مساء الخير قبل أمس عقد في بروكسل بالتعاون مع الأمم المتحدة ما اسموه بمؤتمر المانحين لمساعدة الشعب السوري وكان الهدف من هذا المؤتمر هو جمع 10 مليارات دولار لمساعدة الشعب السوري وإغازة الشعب السوري كما قالوا هم وقد شارك بهذا المؤتمر حوالي 80 وفد من 50 دولة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مالية ودولية وقد قال في هذا المؤتمر مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغازة في حالة الطوارئ في الأمم المتحدة مرت عشرة سنوات من اليأس والكارثة على السوريين وقد أضاف السيد لوكوك بأنه يؤدي الآن تدهور الظروف المعيشية والتراجع الاقتصادي وكوفيد-19 إلى مزيد من الجوع وسوء التغذير والمرض وسمة قتال أقل ولكن لم يتحقق إلى الآن عوائد أو لم تتحقق عوائد السلام طبعاً في نهاية المؤتمر لم يخرج هؤلاء اللي أسموا أسموا نفسهم أو أسموا المؤتمر بالمانحين سوى به خمسة مليارات دولار لما أسموه مساعدة الشعب السوري ركزوا على هذا الرقم وسوف أذكر لكم بعد قليل أرقام مخيفة ومرعبة لصادرات الأسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية للشرق الأوسط وبالتالي لإشعال الصراع في هذا الشرق وإشعال الصراع في سوريا اللي إلى الآن صلوا عشرة سنوات لم تتوقف صادرات الأسلحة عنها حقيقة أنا هذا المؤتمر أسميته مؤتمر المنافقين وليس مؤتمر المانحين وذلك لأن هذه الدول التي اجتمعت أو معظم هذه الدول التي اجتمعت لكي تقول بأنها سوف تساعد الشعب السوري بما يقارب عشرة مليارات دولار هي نفس الدول التي لديها عائدات من مبيعات أسلحة إلى الشرق الأوسط بالبلايين بالمليارات من الدولارات وسوف أذكر كما قلت بعض الأرقام في هذا الصدد وفي هذا الشأن وهي تلعب دور كبير وهي غارقة في وحول الدم ووحول الخراب التي طالت دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسوف أتحدث اليوم عن سوريا لأن المؤتمر كان مخصصا لسوريا أو كما قالوا هؤلاء المنافقين للشعب السوري وسوف أبدأ بأرقام وإحصائيات بين عامي 2011 و2014 لأنه كانت هي بداية الصراع في سوريا كما يسمونه أنا أسميه الحرب على سوريا 2011 و2014 حيث كسبت أوروبا 21 بليون يورو في صفقات تجاه الأسلحة إلى الشرق الأوسط في حين أنها أنفقت كما يقول إحدى التقارير 19 بليون يورو لإستقبال اللاجئين وكانت هذه الدفعات التي تدفعها هي بين ما حصلت عليه من البنك الدولي وبين عائدات الضرائب من الشعوب التي فيها الشعوب الأوروبية هناك تقارير في عام 2012 تقول بأن الجماعات السورية المسلحة استخدمت أسلحة سويسرية كانت مباعة للإمارات وكانت هذه المبيعات بحدود 132 مليون يورو حصلت عليها الإمارات وبعدين اكتشفوا بأنه شافوا بأيدي الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا بلجيكا كانت هناك 1.18 بليون يورو عائدات أسلحة وأنا أتحدث بين عامي 2011 و2014 وقد صدرت هذه الأسلحة إلى السعودية والإمارات وبالمقابل طبعا بلجيكا استقبلت أنزاك 16 ألف لاجئ وسويسرا استقبلت أنزاك أيضا 13 ألف لاجئ المبيعات كلها أو معظمة كانت لأردن الإمارات قطر الكويت السعودية وتركيا كندا في هذه الفترة كانت هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط طبعا أصدقاء سوريا أو ما جرى على تسميته بأصدقاء سوريا أعتقد في عام 2012 كانت أرباحها من صادرات الأسلحة 31.88 بليون يورو لا أتحدث عن مليون مو مليونها بليون أنفقت 10.45 بليون يورو لإيواء اللاجئين أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا كانت عائداتها 27.92 بليون يورو طبعا بررت الدول الأوروبية وعلى رأس ألمانيا وعلى رأس المستشارة الألمانية أنجلا ميركل هذه الصفقات لبيع الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط بأن هذا الأمر أو سوق السلاح هو شأن استراتيجي وقد دافعت ميركل عن تصدير السلاح بحجة أن تصدير السلاح هو أداة أساسية لحفظ السلام في البلدان التي لا تتواجد فيها ألمانيا إنما لها مصالح راسخة في هذه الدول وبالتالي لتقوية تحالفاتها ميركل أنزاك طلبت باستمرار بتصدير الأسلحة وكانت أكبر صادراتها للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية رغم الانتقادات التي طالتها من قبل الأحزاب المعارضة وأطراف ومنظمات لحقوق الإنسان بأن تصدير الأسلحة رغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة لكنها استمرت في تصدير الأسلحة لأنه طبعا المملكة العربية السعودية هي سوق كبير للأسلحة الألمانية وكان هناك صفقة أو صفقة غير مسبوقة لمئتين وسبعين دبابة بيعت إلى المملكة وكان ذلك ضمن موافقة ضمنية للاحتلال الصهيني طبعا هناك تسابق أو سباق لتصدير السلاح لأنه اليوم إذا ألمانيا ما صدرت السلاح إلى السعودية والإمارات أو إلى دول في الشرق الأوسط فسوف تحل مكانة دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وتحتل مراتب أولى في صادرات الأسلحة وبالتالي عائدات صادرات الأسلحة من مليارات اليورويات أو مليارات الدولارات دول البلقان يعني قد يعني ما بيخطر لنا أنه هي كانت لديها صادرات بما يقارب 1.2 بليون يورو أيضا إلى مرات الشرق الأوسط وكان ذلك بحسب شبكة تحقيقات الصحفية البلقانية بي آي إير إن روسيا أيضا كانت لديها ومنذ سنوات طويلة صفقات لبيع الأسلحة إلى سوريا والحكومة السورية وكان أنزاك عن تحدث بين 2011 و2014 كان بحدود 1.5 بليون يورو وهناك صفقات كثيرة يعني هناك صفقات بالمليارات الصراعة طبعا الأخرى في الشرق الأوسط كان لها أيضا نصيب لكن نحن كما قلت نتحدث عن سوريا تقرير مركز سياسي الدولية CIP المركزه في واشنطن يقول بأن صادرات الأسلحة على منطقة الشرق الأوسط كانت تحتال فيها الولايات المتحدة الأمريكية 50% من الصادرات تليها روسيا بـ 17% والدول من الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا كانت تشكل 14% من صادرات الأسلحة طبعا دائما كانت الأهداف هي تقوية التحالفات تقول أو تدافع بعض الحكومات الغربية عن هذه الصفقات الكبيرة بأنه نحن واحد نريد أن نرفع من الأقتصاد وأن هؤلاء يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتحدثون عن السلام وإلى آخره من هذه الشعارات وكان الهدف الثاني هو خلق فرص عمل في صناعة الأسلحة التي كانت أنزاك في ألمانيا تقارب من المئة ألف عامل في مجال صناعة الأسلحة في معامل الأسلحة وتريد ألمانيا أنزاك ورفع هذا المعدل من فرص العمل في مجال صناعة السلاحة طبعا هذا يعني جرد سريع وهناك أرقام أيضا كبيرة كما قلت تحدثت عن عامي 2012 2012 2014 في الأوين الأخيرة لم يتوقف تصدير السلاح انخفط في بعض الدول بسبب المعارضات الكبيرة من قبل موظمات حقوقية لكن طبعا هذه الأرقام هي أرقام المعلنة عن صفقات الأسلحة هناك صفقات مثل ما يقولون من تحت الطاولة يعني لم يعلن عنها أعود إلى مؤتمر المنافقين اللي أسموهم مؤتمر المانحين اللي خرجوا فيه يعني شيء مضحك وشيء هزلي مساحية هزلية وشيء مضحك ومسخرة يعني أنه خرجوا بخمسة مليارات يورو لمساعدة الشعب السوري كما يقولون في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة الأمريكية ودول الالتحاد الأوروبي حصار خانق على الشعب السوري حالة من الجوع وحالة من الحرمان وحالة من فقدان أدنى مقاومات الحياة على مستوى الوقود والتدفئة والمواد الأولية وكل شيء على كل مستويات حصار اقتصادي خانق على الشعب السوري وأتاهم بعد ذلك أيضا العقوبات اللي فرض عام 2017 دونالد ترامب لكل من لا يقوم بصفقات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوجه إلى صفقات الأسلحة مع روسيا أو الصين طبعا كله حروب اقتصادية مصالح دول كبرى في هذا العالم دول منافقة دول كاذبة تدعي هذه الشعارات كما قلت ويعني هناك أرقام وأنا لم أدخل حاليا بهذه الأرقام لصفقات أسلحة مقارنة مع ما تدفعه الدول التي استضافت لاجئين سوريين يعني تقريبا 23 إلى 24 ضعف من أرباح عائدات صفقات الأسلحة عن ما تدفعه هذه الدول للاجئين السوريين وبيجي البعض بيقولنا يعني ليش ألمانيا استضافت كل هذه الأعداد من اللاجئين فمعنات ألمانيا بتحبنا أنجل أميركل بتحبنا إنسانية مفعمة بالإنسانية قمة في الإنسانية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وإلى آخره انظروا لي أنتم ما تشوفوا غير بعين وحدة انظروا إلى صفقات الأسلحة وعائدات صفقات الأسلحة التي تأتي إلى ألمانيا وحدة وكما قلت هناك دول أخرى منها دول البلقان أوروبا في أوروبا الشرقية لكن نحن لا نريد أن ننظر إلا في عين واحدة ونتغنى ونشوف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور لميركل نازلت تتسوى متحقوا عليكم بكم صورة نازلت تتسوى وحاملة كياس بإيديها شوفوها الإنسانية العظيمة إلى ما هناك من هذه الأمور بالنهاية هذه مصالح دول هذه الدول لا تتعامل بالحبيبي والعيني وحقوق الإنسان وحرية الإنسان وما بهم لا حرية السوري ولا كرامة السوري ولا بهم حياة السوريين لو بهم حياة السوريين كانت أوقف تصدير الأسلحة وهذا ما طالبت به أحزاب معارضة مثل حزب الخضر وحزب اليسار الألماني كانت أوقفت صاديرات الأسلحة لكن لا تستطيع أن توقف صاديرات أو عائدات تدخلة سنويا بالمليارات وبالتالي استمرار إشعال الحروب واستمرار الحروب في مناطق الشاخ الأوسط وأنا تحدث فقط اليوم عن سوريا يعني ما ما أدرك ما يحدث في اليمن في ليبيا في العراق في أماكن أخرى كل هذه عبارة عن صاديرات الأسلحة مصدرة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ونحن نضحك يضحكوا علينا بكلمتين حقوق الإنسان نرى الإنسانة العظيمة هذه المرأة الحديدية ويعني سنظل نحن شعوب مغيبة شعوب قطيع تأخذها العواطف وتأخذها الظواهر والمظاهر طبعا أنا كنت أبرر بأنه بعض أو كثير من اللاجئين لهم ما يبرر لهم بأنه في الوقت اللي سدت دول العربية بوابة في وجههم فتحت ألمانيا بوابة لهم ويعني الآن لا أستطيع أن أبرر لأنه هناك أمور مكشوفة يعني إذا نحن إلى الآن ما عم نشوف هذا الشيء فمعنا نحن يعني في مشكلة في عقولنا وفي مشكلة في ضمائلنا وفي مشكلة في أيضا حواسنا إذن مؤتمر المنافقين خرج وأخيرا بخمسة مليارات يورو أو دولار لمساعدة أو دولار لمساعدة ما اسموه مساعدة الشعب السوري في الوقت اللي عم بغزوا في الحروب في مناطقنا وفي سوريا وفي ظل الحصار الاقتصادي الخانق اللي عم بيفرضوا سوريا والشعب السوري لا يحتاجون هذه المساعدات من دول منافقة ومن دول شاركة في الحرب على سوريا إعلاميا وعسكريا ولوجستيا وعلى كل مستويات وبالتسليح وفي كل المستويات شاركت بالحرب على سوريا وأشعلت الحرب في سوريا وفي دول اخرى من هذا العالم السوريين لا يحتاجون هذه المساعدات السوريون يحتاجون إيقاف تصدير الاسلحة يحتاجون رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا التي تقتل كل يوم الشعب السوري والتي تخنق كل يوم الشعب السوري هذه الدول مجرمة وهذه الدول في قمة الإجرام إذا لم ترفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا فهي مجرمة وتساهم في الجريمة الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب السوري استقبلتوا لاجئين؟ طيب ماشي كتير خيركم لكن كما قلت ما تدفع هذه الدول للاجئين لا يساوي شيء أمام عائدات صادرات الأسلحة إلى مناطقنا لإشعال الحروب في مناطقنا اصحوا يا عرب واصحوا يا سوريين وشوفوا شو عم بيصير وشوفوا كيف عم بيلعبوا فيكم هذه الدول لا تريد مصالحكم وهذه الدول ليست إنسانية وتدعي الإنسانية وهي دول منافقة آخر شيء خرجوا بخمسة مليارات دولار على كل حال أنا خرجت لكي وضح بعض النقاط ولكي يوضح بأن هذا المؤتمر الذي يطبي له ويزمن له الكثيرين على أنه انتظروا يا جماعة الأوروبيين والأمريكان ودول العالم والمتحدة يجتمعوا ويجبون يساعدونا لا حبيبي ما بدون يساعدوكم لسواد عينكم هذا كله نفاق وإذا بيصلكم بكرة شيء للشعب السوري يقوى قابلوني خليني وقفوا تصدير الأسلحة فقط وصفقات المليارات لإشعال الحروب وكاتل خير الله بعد ما بدنا شيء منهم ويرفعوا العقوبات الاقتصادية عن الشعب هم لا يعاقبوا الرؤساء والحكام ولا يعاقبوا السياسيين هم يعاقبوا الشعب الشعب هلا اللي عم بيموت بدون كهرباء بدون غاز وبدون تدفئة الشعب هلا اللي وقف سيارات وطوابير على دور البنزين إذا فيه بنزين ما عد فيه بنزين ولا عد فيه مازوت ولا عد فيه محروقات الشعب هلا محروم من الأكل ومن الشرب والشعب هلا محروم من ربطة الخبز يا دول النفاق تحياتي لكم جميلا